تخطيطنا لا تزال مستمرة حول افتتاحات الدولة المصرية وليس الرئيس سيسي النهاردة لعدد كبير جدا من المشروعات في الأسكندرية مصر حيبقى شكلها ازاي يا عاصمة جزار دكتور مانس عاصمة جزار وزير الإسكان الجملة حلو قوي عايزكم بتسمعوها شايفين احنا مصر شكلها هيبقى عامل ازاي وشكلها بيتطور ازاي احنا مش عايزين نقبل ان صورة بلدنا تبقى افقر ما هي عليه احنا حجم الانفاق والتنمية اللي احنا بنعملها يخلي شكل بلدنا ده احلى بكتير لو كلنا حطينا دينا في قدين بعض وبطلنا نعمل المنظر المشوه اللي بيخلي شكلنا كلنا قدام الناس اننا مش قادرين نغير من واقعنا اللي احنا قادرين ان احنا نغيره وبنغيره فلو بيدنا في ايد بعض هنغير الواقع ده والناس كلها تشوف مصر قادرة تعمله ما نجح فيه الرئيس السيسي هو انه ينقل رؤاء او افكاره الى الجهاز المعاون ليه كي تكون قناعات له اللي بيكلم عنه النهاردة وزير الاسكان هو لا يتحدث هي اه رؤية عبدالفتاح السيسي بس بقى القناع عنده واحد مش عايز عشوائيات مش هيدي تصريح بناء عشوائيات بعد كده هيوقف البناء في كل مصر لازم كل حاجة تبقى منضبطة عايز مصر تبقى كويسة يا اخي وانا وانت عايزين نشوف مصر كده النهاردة العميد ايهاب وهو بيكلم الرئيس السيسي بيكلم على فكرة ان احنا عاملين مسح شامل على مدار الساعة لكل المسطح الجغرافي للدولة المصرية يعني مفيش اي حد هيعرفه يبني مخالف بعد كده خلق بص الدولة قررت انها ايه يعني كل حاجة تبشي زي ما قال الكتاب في صعوبات هتقابلنا كمواطنيين بس ما الدولة ايضا بتطرح اراضي ممكن هتقابلنا مشكلات في فكرة ان اسعار الامطار الاراضي اللي هتطرح الدولة عشان ابني لابني او بنتي او لأسرتي هيبقى مكلفة يبقى هناشد الدولة ساعتها بل نطلبها لو سمحت ايه اه لا خفضيني بقى الاسعار انت مش عايزاني ابني عشوائي مش عايزاني اعود مع ابويا في البلد انا معاك يبقى ادي الله وضع حكمته وفريلي سكن مناسب هيبتالي بتعمل ده في الاسكان الاجتماعي فقط لكن اسعار المنتجات الاخرى العقارية اللي بتطرحوا ذات الاسكان مقدرش اقول انها بسيطة يعني لكن فوق الاسكان الاجتباعي فيه سكن مصر للطبقة الوسطى جيد يعني دار مصر وجنات اللي بتطرحوا ده انا بعتقد انها من الاسكان الفارع او الفخر لكن انا اتمنى ايضا عشان اكون امين ومنصف زي ما انا بنتصر للدولة فيه هذا التوجه وهو توجه محترم طيب قلتوا مش هتخلوني ابني عالارض زراعية مش هابني مقالب بس انا عايز برضو ابني بيت ثقافتي انا اضم ولادي واحفادي واقعدين دوار وراء بعض وكله بالقانون اديني لما تديني ارض دهاني بسعر معقول بقى لان دي مش ارض استثمارية انا مش هعمل كومباوند ولا 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 كلام ده انا والست والتلات اربع عيال بقى اي ان كان عيالي قد ايه عايزين امطار لا انا عزب 100 و200 و300 جنيه حملني المرافق بالتقصيد بس ده بناء عائلي اتمنى ان ده يكون فيه زهد دكتور عاصم الجزار لكن بيه حتة مميزة للمليونيرات زي ما انت عايز يا باشا واخد منهم اللي انت عايزهم بس القطاع الرئيسي للشعب لا التفت بقى للجزئية دي عشان برضو بتلاقيش عشوائيات اذا اردت ان تطاع مر بما يستطاع هروح اشوف مصر العشرينات والتلاتينات اللي كان بيتكلم عليها النهاردة الرئيسي سيسي بيقول عايزين نرجع الايام دي لما كانت مصر الناظرة يعني كلام ده هيديق البعض مثلا من الناس اللي شايفة انه كله زي الفله بعد تليل وخمسين بس في حاجات مش هتقدر تخالفها يعني الافلام بتقول كده الافلام لا بيدوسوا احنا كنا في حاجة عظيمة اوي في عشرينات وتلاتينيات القرن الماضي شوف الرئيسي سيسي قليل شوف الرئيسي size